اشتركوا في القناة ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل سهيون ومعه 144 ألفا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعض عظيم وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقفارة يضربون بقفاراتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلى الماء وأربعة وأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف وإفواهيهم لم يوجد غش لأنهم بلعيب قدام عرش الله ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكلين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته وأسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونابيع المياه ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها ثم تبعها ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم إن كان أحد يسكد للوحش ولسورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القدسين وأمام الخروف ويسعى الضخان عذابهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولسورته ولكل من يقبل سمة اسمه هنا صبر القدسين هنا الذين يحفظون وصي الله وإيمان يسوع وسمعت صوتا من السماء قائلا لي أكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن نعم يقول الروح لكي يستريح من أتعابهم وأعمالهم تدبحهم ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة ارسل منجلك واحصد لأنه قد جاءت ساعة الحصاد يسقط يبس حصاد الأرض فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضا منجل حاد وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واقتفع نقيد كرم الأرض لأن عنبها قد نضج فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيم وديست المعصرة خارج المدينة فخرج دمه من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة والمجد لله دائما أبديا آمين شفنا في الإصحين اللي فاتوا الإصحة الـ 12 والـ 13 إزاي إبليس بيقاوم الكنيسة بكل وسيلة وعشان كده في الإصحة الـ 14 بنلتقي هنا مع ربنا كعادته إنه هو بيعطي وعود للكنيسة ويظهر لها جوانب مفرحة عشان المؤمنين قلوبهم تبتهج وتفرح وتمتلق بالسلام والفرح حتى في وقت الديق نتابع مع بعض مضمون الإصحاح في الجزء الأولان من الإصحاح شفنا الحمل والمؤمنين حواليه منظر مبهج منظر مفرح والرسول بيعبر عنه هنا بيقول سم نظرته وإذا خروف واقف على جبل سهيون معه 144 ألفاً لهم اسم أبيه مكتوباً على جباههم هنا الحمل واقف وحواليه كل المؤمنين اللي ارتبطوا بيه وكانت بينهم رابطة محبة أبدية جميلة حب حقيقي على جبل سهيون يعني في السماء العليا مدينة الملك العظيم هو يملك على قلوبهم وهم يعني يتعبدون له بالحب وبالطاعة وبالخضوع ودي بتذكرني في المزمور التاني اللي بنقوله دايماً في صلاة باكر بنقوله أما أنا فمسحت ملكاً على سهيون جبل قدسي منظر جميل يستاهل أن الإنسان يضحي ويبزل كل جهد ويتحمل كل ألم أنه كل نصيب في هذا المشهد الجميل يتحد به ولا يفارقه إلى الأبد بعد كما نكمل من العدد اثنين وسمعت صوتاً من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعض عظيم وسمعت صوتاً كصوت ضربين بالقفارة يضربون بقفاراتهم وهم يترنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة المخلوقات الحية والقصوص ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا الماء واربعون ألفاً الذين اشتروا من الأرض هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف وإفوا فاهم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله نتعرف بقى على مين هما الملتفين حوالين الحمل بعض أباء الكنيسة اللي بشرحوا هذا النص قالوا ندولة جماعة الأبكار اللي هما كرسوا أنفسهم لربنا اللي هما قال عليهم المسيح أن هناك خصيان خاصوا أنفسهم من أجل الملكوت قدموا حياة البتولية وعاشوا بتولية سمائية جميلة على الأرض وهنا بقى ربنا بيكشف للكنيسة في وسط الضيقة أن بسبب ضد المسيح هؤلاء الأبكار هيتنعموا بالمجد عشان نفسهم تطمئن حتى وسط الألام أن الله ليس بيظالم حتى ينسى تعبهم ولكن الكنيسة كلها بتدعى كنيسة أبكار زي ما وصفها معلمنا بولس الرسول في العبرانيين 12 لأن حتى اللي ما عاش بتولية الجسد أو البكورية لو عاش بتولية الروح بتولية القلب ونقاوة القلب لا يحرم نفسه أنهم يكون بكر بسبب ارتباطه واتحاده بالرب يعني اللي يقدس حواسه وجسمه وروحه وعقله وقلبه وفكره وطقته لربنا يعتبر كأنه بكر حتى لو كان متزوج لأن كلنا أعضاء حية في جسد المسيح وعشان كده كلنا هنوجد قدامه أبكار وأطهار وبيلعيب وليس فينا غش في نظره وعشان كده الإنسان المؤمن العادي من عليه أنه يزوق البتولية الروحية يعني إيه؟ يعني قدم قلبه ونفسه وفكره وحواسه كأنه عزراء متبتلة لا تشتهي ولا تنشغل إلا بطلب العريس الرب يسوع المسيح الأوحد طبعا هنا مش بقال للمئيمة البتولية أو المتبتلين ولكن يعني بوصف الحالة العامة لكل المؤمنين اللي هيدخلوا السماء واللي ما يقدرش يختاني درجة البتولية على الأرض يعيش بتولية روحية للمسيح ويفرح قلبه وكنيسة كلها هي كنيسة أبكار وكده وصف معلمنا بده فكر كتابي اللي أنا بشرحه لأن مثلا معلمنا بقول السررسول اتكلم على المؤمنين بيقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح فبيوصفنا كلنا أن إحنا عزراء عفيفة للمسيح برضو في موقف آخر في العبرانيين 12 زي ما ذكرت وصف الكنيسة أنها كنيسة أبكار وقال أعتيتم إلى جبل سهيون إلى مدينة الله الحي إلى أرشالين السمائية إلى ربواتهم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتبين في السماوات واخدين بالكم ونختم بكلمة بالآية اللي قالها معلمنا عقوب الرسول لما قال شائف ولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه فكل المؤمنين وكل الكنيسة هم كلهم كنيسة أبكار مقدمة للمسيح ودول اللي يحق لهم أنهم يسكنوا في مسكن الرب زي مزمور 15 ما بيقول يا رب من يسكن في مسكنك أو من يحل في جبل قدسك إلا السالك بلا عيب المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه هما دول الأبكار اللي هما هيكونوا يكونوا من حوالين الحمل بعد كده اتنقل النص أنه هو بيقول أنه سمع أصوات كتيرة مفرحة ومنعشة الكنيسة الحلوة الجميلة اللي شافها يحن الرائي صدر منها أصوات عزبة متناسقة كأنها سينفونية بديعة جميلة مش قادر يوصف جمالها وروعتها إيه الأصوات بقى اللي سمعها معلمنا يحن الرائي بيقول أنه سمع أصوات كتيرة مفرحة ومنعشة مبهجة وبيقول أن هي دي الكنيسة اللي شافها الرسول بتصدر منها هذه الأصوات العزبة المتناسقة كأنها يعني لحنة جميل وسينفونية بديعة بتصدر من الجموع الملتفة حوالين الحمل إيه بقى هي الأصوات اللي سمعها الرسول أول حاجة سمع الصوت كصوت بياه كثيرة دي بقى أصوات الأمم والسنة الشعوب أي أن كان جنسهم اللي قبلوا الإمام بالمسيح وأصبح كل ما في داخلهم يسبح ويمجد اسمه إيه تاني سمع صوت صوت العريس صوت مبهج زي عريس مبتهج بعرسته عمال يناجيها ومش قادر يكف عن تعبيره عن اشتياقها وحبه ليها قال عليه صوتك صوت رعد عظيم وكنيسة لو تطلعت لهذا الأمر في فترة الضيق اللي هي بتاعة ضد المسيح هتحس بقوة العريس وإمكانياته الفائقة وتحتمي فيه إيه كمان الصوت التالت كان صوت ضريبين بالقفارة ده بقى صوت البتوليين نغم موسيقى ملائكية عزبة فيها حلاوة وفيها قداسة وفيها بر وفيها طهارة بتاعة المؤمنين المتسقين بالرب بعد كده نستكمل بقية الرؤية لما شاف ثلاث ملائكة بعد ما كشف للكنيسة يعني المجد المعد لها خاصة اللي عندهم البتولية ابتدى يشجحهم على الجهاد وعلى المصابرة وابتدى يعني يظهر للمؤمنين أنه هو مش هيسيبهم طول فطرة وجودهم على الأرض ويهتم بيهم نقرأ النص من عدد ستة وسبعة فرأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء معه بإشارة أبادية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة الدينونة واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونبيع المياه الادسين بقى اللي شرحوا النص دوة قالوا أن دا إلي النبي اللي هو هيظهر في زمان المسيح ضد المسيح عشان يعيني الكنيسة وعشان يكرز ويبشر القبائل والأمم ويسند الكنيسة في ذقتها في هذه الأيام والمؤمنين يقويهم ويسبتهم وخاصة أن رفضوا أنهم يسجدوا للتنين ويسجدوا لضد المسيح بس طبعا عشان الوقت ديق وإحنا في آخر الزمن فيقول للرأي إيه يقول ثم يتبعه ملاك آخر قائلا سقطت سقطت باب للمدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمره غضب زنها الملاك الثاني بقى اللي ظهر دلوقتي هو أخنوخ رفيق إلية هم يتنين لم يعينوا الموت وهيعود ظهرهم تاني في الزمن الأخير وحكاية سقطت دي استعارها من العهد الأديم من أرمية النبي لما بيقول باب الكأس زهب بيد الرب تسكر كل الأرض من خمرها شروت الشعوب من أجل ذلك جنت الشعوب سقطت بابل بغتة وتحطمت وطبعا بابل هنا ما يقصدش مدينة معينة ولكن هي رمز للشر رمز للكبرياء الإنساني والعظمة والعجرفة والتكبر على الله اللي هو ضد المسيح يعني دي دي الروح بتاعت ضد المسيح فطبعا هتوزم في الآخر قطعا يعني فالملاك الأول بيثبت المؤين ويشجحهم الملاك التاني بيخوف الأشرار ويرعبهم بس طبعا مش معنى كده أن الملاك الأول بيثبت بس ويتكلم عن الرجاء ولكن أيضا يوبخ الأشرار ولا الملاك التاني بس إنه هو بيتكلم بعنف وبتوبيخ وبشدة لكن بيمزج حديثه أيضا بالرجاء فهما الاتنين بيعملوا بروح واحد وبفكرة واحد ومن أجل هدف واحد لأن الرؤية بتؤيد جانبين من جوانب معاملات الله مع الإنسان إنه هو يبهج النفس التائبة الراجعة إلى الله في نفس الوقت يعنف النفس القاسية المستهترة عشان تتوب وترجع ملاك التالت بقى اللي ظهر في الرؤية ديت ابتداء من عدد تسعة نقرأ مع بعض ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القدسين وأمام الخروف ويسعد دخان عذبهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش والصورته ولكل من يقبل سمة اسمه الملاك التالت هنا شرحوه الأباء القدسين اللي شرحونا الجزء ده قالوا أنه ده عبارة عن الكتاب المقدس خاصة الجزء اللي ورد فيه نبوات عن ضد المسيح فهتبقى هذه النبوات كارزة للحق وتنزل كل من يسجد للوحش أو لصورته أو يقبل سمته وهنرجع نتكلم على السمة دي مرة تانية وبالتأكيد النبيين اللي هم إليه وأخنوخهم مش هيقفوا لوحدهم في الشهادة للحق لكن ربنا هيستخدم كثيرين من الموجودين عشان يشهدوا للحق اللي موجود في الكتاب المقدس على أي الأحوال إحنا بنجد أن الملايكة الثلاثة اللي ظهروا أشاروا لثلاث جوانب في رسالة الكنيسة المتألمة في أيام ضد المسيح الملاكة الأولاني كان بيتكلم عن المجد المعد للساجدين للرب الحياة الأبدية الملاكة الثانية يتكلم على انهيار مملكة ضد المسيح زوال العالم نهاية العالم الملاكة الثالث هنا بيتكلم على العذاب المعد لضد المسيح وأتباعه النار الأبدية المعدة لضد المسيح الجوانب الثلاثة ديت أو الرسائل الثلاثة أعلنها الأنبياء النبيين اللي ظهروا بيوضحها كتاب المقدس فكت رسالة التلاث ملاكة دول أنهم بيوضحوا هذه الرسالة ويحنى الرأي أدرك هذا الأمر وما سيعينه النبيان وتلميذ هم من الضيق فطوابهم بقى في الآخر بيقول إيه في عدد 12 هنا صبر القدسين هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوعهم توبة يعني يا بخت يا لسعادة اللي بيعصره ضد المسيح يتحملوا ألام شديدة جدا صعبة جدا 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 أكثر مما يحتمل ولكن ربنا هيعوض صبرهم بأجر عظيم حسب حفظهم للوصايا وثبتهم في الإيمان والشهادة المسيح فيها تأهلوا لأكالي المجد عظيمة معدة ليهم طبعا إحنا هنا مش بنحسدهم ولا حاجة ولكن لأن أي مؤمن في كل عصر وفي كل زمان تحت أي ظروف بينال التطويب عشان كده رجع قال إيه في عدد 13 وسمعت صوتا من السماء قائلا لي أكتب طوبة للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن نعم يقول الروح كي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم فزي ما قلت النطوبة لفظ السورياني مش لغة عربية لكن معناها يا بخت يا لسعادة أو يا لغبطة الإنسان اللي بيحتمل الألم وفي عهد ضد المسيح بالذات طبعا في أي وقت ولكن في العهد ده نظرا لصعوبة الموقف والألم والتعب هم طريق الصليب ودي سماءة الإنسان المؤمن الحقيقي سواء حتى كان متوحد في الجبل لا بد أنه يرى الألم وكل القديسين ورجال الله تحملوا الألم قديس أوسطينوس انتقل للسماء وهو يترنم بمزامير التوبة بقلب منسحق وبدموع بتسيل من عنيه قديس بخميس أب الشركة اتنيح وهو لا يكف عن الاهتمام بتدبير شؤون أولاده وحياتهم رغم شدة المرض عليه وضعفه فطوبة لكل من ينتقل وهو في حالة بيقدم شهادة حب للمسيح بعد كده نتنقل بقى الجزء التالت والأخير في الإصحاح لما بيتكلم على موضوع الحصاد بعد ما أعلن الكنيسة عن مجد السماوي وكشف ليها اهتمامه بأنه بعد ثلاث ملايكة اهتموا بيها أعلن لها أن وقت الحصاد اقترب يعني نهاية العالم يقصد يعني نقرأ من عدد 14 وَنَظَرْتُ وَإِذَا سِحَابَةٌ بَيْضَاءُ عَلَى السِحَابَةٌ جَالِسٌ شِبْهِ إِبْنِ الْإِنْسَانِ لَهُ عَلَى رَأْسُهُ إِكْلِيلًا مِنْ ذَابٍ وَفِيَدِهِ مِنْ جَلِنْ حَادٍ منظر باهي جميل لما تبقى فيه سحابة بيضة جميلة كده حلوة ويعني شبه ابن الإنسان جالس عليها وجاي في مجد عظيم لا بستاج وهنا بقى الملاحظة أن في يده من جلن حاد هنا ده بيشير بقى للمهمة اللي جاي من أجلها لكن المنظر الباهي الجميل أنه محاط بجموع من الملائكة وربوات ألوف من الملائكة كسحابة بيضاء قادم بثوب أبيض حتى الرجلين وجالس على سحابة بيضاء عشان يستقبل العروس اللي هي برضو لبسها سياب بيضاء لأنها في عاني طهرة ونقية ومبهجة وتحملت من أجله بالضيق والألم لم تعود العروس أرضية ولا يشبها دنس أو نجس أو شيء من هذا ولكنها عروس الحمل السمائية الجميلة وهنا أحب أقارن بقى بين الرؤية اللي شافها مثلا استفانوس لما في عز ألمه السماء انفتحت وراء ابن الإنسان قائم لا خلاص هنا بقى المنظر جالس إيه الفرق بقى هنا بين قائم وبين جالس قائم لأنه يعني كان الكنيسة في بداية جهادها فقائم لكي يعنها يعني الرؤية اللي شافها استفانوس إنه قائم حسب احتياج الكنيسة أنها تحتاج إلى التعديد والمعونة لكن هنا بقى الرؤية بيشوفوا جالس لأنه خلاص الزمن وقضى وانتهى زمن الجهاد وجالس لكي يجلسها جانبه ويشتشاركه في المجد شوفوا إزاي حتى لما شافوا ما شافوش ابن الإنسان المسيح لما جاء يخلص الإنسان كان ابن إنسان لكن هنا بيقولي شبه ابن الإنسان الرسالة اختلفت للإنسان مش لرب المجد نفسه يعني شبه ابن الإنسان لأن الكنيسة خلاص هو جاي عشان يرافق الكنيسة في مجدها فرق هنا في المجد لكن المسيح جاء ابن الإنسان يتألم على الصليب يتحمل الألم من أجلنا لكن هنا شافوا شبه لأن دي بقى هنا بقى مجد اللهود بقى اللي هو رجع إليه المسيح على رأسه إكليل من زهب لأنه ملك سماوي ملك الملوك رب الأرباب جاي لكي يملك بأولاده إلى الأبد ملكا سمائيا للأبد لكن هنا بقى المهمة بتاعته واضحة جدا لأنه في يده منجل حاد وقت الحصاد المنجل دا يشير لجمع المحصول بالنهاية يجمع العنب الجيد ويفرح ويصرب الثمار يشوف نتيجة التعب وفي الكنيسة طب وما المنجل دا المين بقى؟ دا بقى للسمار الجافة اللي هي الدبلانة اللي تجمع وتحرق في النار مع العنب الرديل وعشان كده الكنيسة تشوف المنجل دا ما تخافش لأن في يد العريس اللي يخافوا الأشرار والمجدفين ووضعوا أنفسهم عبيد للشيطان والخطية لا يحتملوا هذه الرؤية فعشان كده رب المجد جايب نفسه عشان ياخد بيد العروس حتى سماء السماوات وتستريح فيه طيب بالنسبة للأشرار ايه موقفهم؟ نقرأ مع بعض من العدد خمستاشر وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة ارسل من جلك وحصد لأنها قد جاءت ساعة الحصاد اسقد يابس حصيد الأرض فألقى الجالس على السحابة من جله على الأرض هنا بقى الملاك خرج يسأل السيد بيقول له ارسل من جلك ودي هنا بقى بترجعني لبداية سفر الرؤية في الإصلاح السادس لما الشهداء أعطوا ثيابا بيضاء وبعدين جلسوا تحت المسبح وابتدوا وصرخوا بصوت عظيم حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقتدي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض الشيء دي كانت طلبتهم ملاكنا بيقول له ارسل من جلك لأن احنا غاية صلواتنا كلها لهم صلي يأتي ملكوتك يعني يأتي ملكوتك لها معاني جميلة كتير إحدى هذه المعاني أن يأتي مراس الحياة الأبدية وحتى في قدون الإيمان لما بنختمه بنختمه بالجملة السعيدة الجميلة وننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي أمين الجزء بقى الأخير في الإصحاح ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضا منجل حاد وخرج ملاك آخر من المسبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل منجلك الحاد واختفع نقيد كرب الأرض لأن عنابها قد نضج فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرب الأرض فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة وديست المعصرة خارج المدينة فخرج دمهم حتى لجم الخيل لمسافة 1600 غلوة هنا في الجزء الأخير من الإصحاح وصف لنا الملاكة الثلاثة لما ظهروا كانوا مشتقين أنهم يشوفوا يوم الدينونة العظيم يشوفوا الأبرار وهما بيتكللوا بالمجد ويشوفوا الأشرار وانسكب عليهم شرهم وارتدت عليهم أعمالهم المظلمة وأحد الأباء اللي فسروا يقول هنا الرؤية الخاصة بالثلاث ملايكة بتشير ليوم الدينونة العظيمة حيث يهلك الأشرار في مجيء الرب الملاكين الأولين خرجوا من الهيكل في السماء وبيعلنوا اشتياق الملاكة والطهومات السمائية ليوم الدينونة الملاكة الثالث خرج من المسبح يعني من الفردوس لأن هناك نفوس المنتقلين كانت مرتاحة تحت المسبح وليها سلطان على النار يعني اللي هو إبليس ليها سلطان على إبليس فخرج الملاكة الثالث عشان يعلن أن قد تم جهاد المؤمنين وجه وقت الحصاد العنقيد اللي تألمت وتعبت وسفق دماغها في الاستشهاد هتنال المجد والكرامة والعنقيد الجفة الدبلانة اللي هي رفضت أن الله يكون ملك عليها دي هتلقى في النار هيلقوا في معصرة غضب الله وهيداسوا خارج المدينة وده جزاء الأشرار وسينتقم منهم بسفك الدماء زي ما قال النبي في حسقيان لما قال في الدم أخطأت والدم يتبعك وهكذا كل اللي سفك الدم البريء هيلقوا في معصرة جهنم الأبدية خارج السماء ويبقوا هناك كأنهم مزبوحين والدماء تبلغ إلى رقابهم ولا يهدأوا ولا يستريحوا يشتهوا الموت والفناء ولا يجدونه يتبارك اسم الله القدوس لإلهنا المجد والكرامة ونلتقي بيكم في حلقات أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا